اشتركوا في القناة وصفيه من خلقه وحبيبه نبي الرحمة رسول السلام اما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم على طريق من طرق الجنة التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عباد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدستم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم اليوم عن أكل الحلال اللهم أطعمنا الحلال وبارك لنا فيه أتدري أن الله عز وجل ينادي علي وعليك فيقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ الله عز وجل أمرنا بأكل الحلال وربما يتسرع البعض ويظن أن الرزق في المال فحسب لا والله بل إن الرزق في الدين الرزق في الإسلام الرزق في الأخلاق الرزق في حسن اختيار الزوجة الرزق في الزرية الصالحة الرزق في حب النبي صلى الله عليه وسلم الرزق أن تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنعم بجوار الحبيب أن تشرب من يد رسول الله شربة هنيئة لا تضمأ بعدها أبدا يا أخي الحبيب جئت اليوم أطمئن قلبك بأن الرزاق هو الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ولكن الرزق يحتاج إلى شكر كيف ذلك الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولسان حالي وحالك يقول أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأثرها فلأشكرنك دوما ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها فقولوا جميعا الحمد لله على نعم الله الحمد لله على نعم الله أخي الحبيب امرأة في بني إسرائيل أغدق الله عليها من النعم رزقها الله بأصناف المال لم تشكر ربها ولم تطعم مسكينا ولا أرمالة ولا مريضا ولا محتاجا ولم تكن سببا في غاسة ملهوف أو في عطية لمحتاج لا والله بل كفرت بأنعم الله بطرت معيشتها ماذا صنعت؟ كان بجوارها صبي قضى حاجته فقامت هذه المرأة التي لم تشكر ربها على الخير الذي عندها فأخذت كسرة خبز فمسحت دبر الصبي يا الله بكسرة خبز أزاحت الأذى عن هذا الصبي ثم دستها في الطراب فما جاء الليل إلا وعد عليها قطاع الطرق فأخذوا المال والطعام والشراب والكساء وجعلوها قفرا لا مال عندها في اليوم التالي اشتد عليها حر الجوع لا تجد ما تأكله فتذكرت كسرة الخبز التي دستها في الطراب فكشفت عنها ثم أكلتها يا الله أما تشكر نعم الله عليك الآن نعمة الولد نعمة الزوجة الصالحة نعمة الصحة نعمة العافية نعمة الأمن نعمة الأمان قل الآن الحمد لله على نعم الله يا أخي الحبيب حاتم الأصم يقول أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة الصحة لا يعرف قدرها إلا المرضى اللهم عافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين ثم بعد ذلك الشباب لا يعرف قدره إلا الشيوخ العافية لا يعرف قدرها إلا أهل البلاء الحياة لا يعرف قدرها إلا الموتى بل اسمع بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليك وسلم سيدي وحبيبي سفيان الثوري يقول سلاسة سلاس يورسن لك الغناء أردت الغناء في الدنيا؟ أردت أن لا تسأل أحدا من البشر عطية أو مسألة استمع لما يقوله سيدنا سفيان الثوري يقول سلاس يورسن لك الغناء لعق الإناء وجمع الفناء وترك الزناء صليت على رسول الله؟ لعق الإناء نعم كناية عن الإدخار وعدم الإصراف والتبذير وجمع الفناء كسرة الخبز التي ترمى على الأرض أما جمعت كسرة خبز فأزحت عنها الأزاء ثم أكلتها وشكرت الله عز وجل علم أولادك هذا لأنت لو عمل حواوشي تجد أن البنات قبل الصبيان قبل الذكور يتركن الحواف كسرات الخبز هذه تكون سببا في الغناء كذلك ترك الزناء ترك الزناء اللهم طهر قلوبنا وحصم فروجنا قل آمين آمين يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه للرزق أسباب أتريد أن تصبح غليا في الدنيا؟ هناك أسباب للرزق منها الاجتهاد العمل سيدنا عمر بن الخطاب يمر على أناس من اليمن فيقول من أنتم قالوا نحن المتوكلون أناس تركوا العمل وجلسوا في المساجد يعبدون الله قال بل أنتم المتواكلون أنتم الكسالة إنما المتوكل أي على الله من يرمي حبه في الأرض ويتوكل على بارئ السماء والأرض يمر على رجل يجلس في المسجد بلا عمل فقال تعال من الذي ينفق عليك؟ قال أخي قال أخوك أعبد لله منك لما تركت العمل؟ قال بينما أنا في طريقي إلى مدينة رسول الله رأيت غرابا صحيحا يطعم غرابا كسيحا وأنا أكرم على الله من الغراب الكسيح إذن رزقي سيأتيني فقال له بعدما ضربه بالدرة بالجلدة التي معه يا لكع لما لا تكون أنت الصحيح يا لكع لما لا تكون أنت صاحب اليد العليا والله أعجب عندما يكون الرجل والشاب قويا فتيا يافعا لا مرض ولا يشتكي ألما ثم يأتي على الأبواب وقول لك بالله عليك سعدني يا أخي الحبيب اطرق باب الله عز وجل اعمل من أمس كالا من عمل يده بات مغفورا له قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليك وأسلم يا رسول الله من أسباب الغناء صدق التوكل على الله يا ربي رزقك في أي مكان رزقك عند من؟ عند دولة؟ عند بنك؟ عند هيئة؟ عند منظمة؟ لا والله وفي السماء رزقكم وما توعدون عند الله جل وعلا لذلك يقول ربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وفيما يروي بن عمر قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطيرا تغدو خماصا وتروح بطانا هذه الطيور التي خرجت في الصباح الباكر بعد أذان الفجر تسعى على رزقها ضع مئة خط بل آلاف الخطوط ضعها تحت كلمة تغدو أي تتعب تكد تشتهد تعود منهكة من كثرة السعي على هذا الرزق يا أخي الحبيب تغدو خماصا أي لا طعام في بطنها وتعود بطانا وقد امتلأت البطوم بالطعام من الذي أطعمها؟ إنه الله قيل لحاتم الأصم يا حاتم بما حققت التوكل على الله قال بأربعة أمور أما الأول علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي الله أكبر رزقك يا أخي الحبيب أيها المشاهد الكريم لن يأخذه غيرك كذلك علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به علمت أن الله يطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية علمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي يا الله ما هذا التوكل وما هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب يا أخي الحبيب أقال هذا الكلام فحسب لا والله كان يعمل ويجتهد عنده تسع بنات في يوم من الأيام دخل على البنات فقال يا أولادي أريد الحج هذا العام قالوا يا أبانا من يعولنا من ينفق علينا من يسعى علينا من يأتي بالطعام والشراب والدواء والكساء يا أبانا كانت عنده بنت عندها عشر سنوات تحفظ كلام ربها وتحفظ من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبانا ما عهدناك إلا أكالا أنت تأكل وتشرب وقد عهدنا الله رزاقا فإذا ذهبت أنت وأنت الأكال بقي لنا الله وهو الرزاق ما هذا التوكل وما هذا اليقين فإذا به يذهب إلى رحلة الحج تاركا قليل الطعام وقليل الشراب يعني قلة في الطعام والشراب والزاد فلما نفض الطعام والشراب إذا بالبنات يقلن لأختهن أنت السبب أنت من جعلت أبانا يسافر إلى رحلة الحج من ينفق علينا من يكسونا من يطعمنا قالت لا عليكم وخلت بربها إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله صلت ركعتين بليل ثم قالت يا رب إنما نحن عالة عندك أتتركنا يا رب وأنت الرزاق أتتركنا للجوع يا رب وأنت الغني سألت ربها بليل فلما أصبح الصباح ترق الباب من قال أنا حارس خليفة المسلمين أبي جعفر المنصور ماذا تريد قال نريد كوبا من الماء أبو جعفر المنصور الخليفة كان في رحلة صيد نفد الماء واشتد عليه الحر فقال اسألوا أهل هذا البيت كوبا من الماء البارد فجاءت إحدى البنات وملأت الكوب بالماء وأعطته للحارس فشرب الخليفة حتى ارتوى ثم عاود فشرب من معه من الحاشية والوزراء والقادة قادة الجيش فقال بيت من هذا قالوا بيت حاتم الأصم قالوا أين هو حتى نسلم على هذا العالم الزاهد التقي الورع قالوا هو في رحلة الحج قال حق علينا أن نعين أهله ثم وضع يده في جيبه وأخرج كيسا به دنانير ذهبية وقال من أحب الخليفة فليصنع مثل ما صنع الخليفة وألقى بهذه الدنانير في عتبة الباب فجاء القادة والوزراء والحاشية والجنود حتى امتلأت العتبة بالدنانير الذهبية فضحك البنات وضحك أهل البيت وفرحنا فرحا شديدا إلا هذه البنت أخذت تبكي قالوا لها ما يبكيكي وقد وسع الله علينا أصبحنا من أثرياء المدينة فقالت لهم أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا فاغتنينا فما بالكن لو نظر إلينا الخالق وهو الله يا الله الله ينظر إليك اسأل قل يا رب اغنني عن سؤال الناس يا رب اشفي مريضي يا رب ارفع عنا الوباء والبلاء ارفع عنا سيئ الأسقام أنت ولي ذلك والقادر عليه كذلك من أسباب زيادة الرزق ومن أسباب البركة في الرزق أنك تحسن العبادة لعم الشيخ آه نعم فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا إن روح القدس نفث في روعي بأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فلا يستطئن ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته بتشرب دخان وتقول لي مش لا يجي ما فيش بركة في المرتب بتشرب مخدرات وحشيش وتقول أولادي يعني فاسدين أولادي عاقلية اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك كل شيء أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي النسائي وفيما يروي أبو داود والترمزي من حديث عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو هريرة قال رسول الله قال الله تعالى عبدي عبدي تقرب إلي بعبادتي أملأ قلبك غناء ويديك رزقا الله أكبر أنت واخد بلك من الكلام طب صل على حبيبك صلى الله عليك وسلم يا رسول الله تقرب من عبادة بعبادتي تقرب إلي بعبادتي أملأ قلبك غناء ويديك رزقا ولا تباعد مني لا تبتعد عن ربك لم يا رب ولا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا اشتغل كتير جدا ويعمل كثيرا ولا يجد برك في مال ولا في ولد ولا في طعام ولا في شراب أنت السبب إيه وربي تب إلى ربك وارجع بل ابن مسعود يروي حديثا جاء عند الإمام الترمزي وعند النسائي يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به حاجة وفي رواية من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لا يسد فقرة يا الله ومن نزلت به فاقة وأنزلها بالله يوشك الله أن يرزقه عاجلا أو آجل يا الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم اسأل ربك نعم إيه وربي كانت هناك امرأة لا أقول من زمن الصحابة طيب معنا اتصال إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله أتفضلي وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحتها كنت عايزة بس أقول لك على حاجة الله يبرك لك اتفضلي أنا وزوزي حضرتك يعني علينا ديون وظروفنا صعبة ما يعلم بها الله ربنا تمام تمام في حاجة عملناها أنا و هو قلنا غصبا عني الحاجة ما تفضل علينا حاجة تحضرتك اللي هي أنا والتي تتوفق والخلاقنا ترك صورة عشان قدر نقبل معك نسديه اللي علينا طيب أنا معلش عيدي بقى تاني كده طيب عملت ايه انت وزوجك حضرتك اتلقنا اتلق صوري وعسين خاضر نقبل معاش تمام تمام هو حضرتك بشتغل بياخد مرتب والمعاش اللي أنا باخده نسدي ديون بيلاب ديون بتقتل علينا وظروفنا ما يعلم بها لربنا ومشاكل على طول مش لاجين لبرك لأسجل لفلسل اي حاجة مفيش جنيه بيوبار في ايداني انت ام ايه ايه ابنك اسمه ايه حاسين ياسين ماشي ام ياسين في ايه سؤال تاني ام ياسين لا حضرتك ايه بريد لك بس معلش تحت عمرك تفضلي هي انا زي ما حطرت لك ظروفنا دلوقتي هي في حصلانا مساكل كثيرة انا عايز ابعد فهل المساكل ديه والدين نحن فيها بسبب غضب من الله في اللي احنا عملنا ده ولا هي حياة كده ولا ايه الظبط اجيبك ان شاء الله يا ام ياسين اجيبك ان شاء الله يعني سبحان الله ام ياسين تقول بانها يعني زوجها طلقت لك صوري حتى تحصل على المعاشر طيب يا ام ياسين انت طلقت الان رسمي يعني في المحكمة انت مطلقة يعني امام القانون انت مطلقة امام الله عز وجل وامام الناس انت ارتكبتي انت والزوج جرما عظيما اللي هو الحصول على حق ليس لكم لما يعني انت اخذت حق الفقراء وانت اطعمت الاولاد الحرام انت والزوج والله عز وجل ليقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة يا الله معيشة ضنكة او ما فيش بركة لما لانكم تأكلون الحرام ده حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي ابو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الامام البخاري من حديث صحيح للحبيب النبي قال رسول الله ليأتين على الناس زمان لا يبالي المر بما اخذ المال امن الحلال ام من الحرام رواه البخاري بل ان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني وإياك ان نأكل الحلال فيما جاء عند البخاري ومسلم من حديث لابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ثم ذكر رسول الله الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك فاتركوا الحرام ولكن سيخلف الله عليكم ان شاء الله بالحلال كذلك من اسباب الرزق احسان العبادة كانت هناك امرأة سجن زوجها ظلما فاذا بها تذهب الى بيت ابيها وكان رجلا فقيرا واذا ببنتها الوحيدة الصغيرة الرضيعة اشتد عليها المرض كان عندها سخنية جدا مرتفعة فاذا بها تقول فقمت اصلي الليل وانا اقول يا رب اش في بنتي واش في مرضى المسلمين يا رب عافية البسها تاج الصحة والعافية الساعة 12 بالليل طرق على الباب من؟ قال الطبيب فنظرت الى ابي وابي ينظر الي متعجبا ففتح الباب فعلا وجد رجلا معه حقيبة قال اين البنت المريضة قالوا ها هي دكتور كشف عليها وبعد ما اتم الكشف وكتب الرشدة وقف على الباب قالت يلا يا ست يلا يعمل حاج خير يا دكتور الكشف قالوا له كشف هي يا دكتور والله احنا نيمين من غير عشاء احنا بيتين من غير عشاء لا نملك انت بالطعام والشراب قالوا صحيح انتم عندكم الزوج تتصلوا عليها في انصاف الليالي وبعدين تقولوا معاناش فلوس ايه جلت الزوج اللي عندكم دي قالت له والله يا دكتور احنا اصلا ما عندنا اشتلي فود قال لهم بيت مين ده قالوا له فلان الفلاني قال ليس بيت فلان قالوا له لا ده الشقة اللي ينبنا قال قصتكم والله ما ارسلني الله الا لكم ايه القصة قالت زوجي سجن ظلما وانا لا اجد لا طعام ولا شراب ولا دواء فذهب الطبيب بنفسه واحضر الدواء من الصيدلية وجعل لها راتبا شهريا حتى خرج زوجها من السجن الرزاق من من الذي ارسله انه الله احسن العلاقة بينك وبين ربك طيب معانا الحاجة فايزة سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا حجة ربنا استورك يا حجة الله يخليك وبرك فيه بضم صوتي لله ولحضرتك تمام دي عشرين سنة انا وعيالي مضرورين من الاعمال والسحر وروح لما شاهد كثير بالقرآن قالوا لي مش هينفع لان الست دي بتعمل لكم عماله هي جارتك حجة نعم جارة لك ولا قريبة الله يستعي لها بسي انا طلبة دعاك كده قدام الناس كلها ربنا يخلصني منها يا رب ابني مات كان بياخد شريط منوم وكل ما رفل الشيخ يقول لي دعمنا له بعدا من يوم شريط منوم ما ينامش واني لفت عندي ده كثرة مصر كلها علشان انني انام باخد منوم واني انام واياني كلهم قاعدين للشغل ومضرورين واحسادي والبيت كله والعيال فضيلة الشيخ حاضر يا حاجة فايزة اجيبك ان شاء الله انت عندك اي سؤال تاني غير دا يا حاجة فايزة؟ عندي عندي عشرين سنة في المغار والغر من تحت راسها ان وقياني حاضر 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 اجيبك ان شاء الله سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضلي قال فضلي لو سمحت فضلت الشيخ انا عندي سؤالين تحت عمرك السؤال الاول انا عندي بنت عمرها اربع شهور هل لو انا كنت متوضية واوضيها بينقض وضوئي؟ حاضر ده ده السؤال الاول السؤال التاني انا وصلت لي معلومة ان المطر في الصيف غضب من ربنا هل المعلومة دي صح ولا غلط؟ هل ايه؟ المطر في الصيف غضب من ربنا هل المعلومة دي صح ولا غلط؟ اسم بنتك ايه؟ بنتي اسمها اسماء ماشي يا امو اسماء ربنا بريكلك فيها ويحفظها من كل سوق طيب معنا لستاذة نادية سلام عليكم عليكم السلام احمد الله بركاتك زي يا حزبتك يا شيخ ربنا يسطرك ويسعدك جد الله تقاكم ويخير اعطاكم واني انا وقاكم واجعلوا فرضاك ومقواتي ان شاء الله اللهم امين يا رب لزاكم الله خير طيب ليه عند حزبتك بش فيه مقولة مثلا او حديث تقول ان اللجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل للجنة تمام تمام اصف فيه كان اتنين بيجدلوا مع بعض فأنا حبيت اشأل حضبتك وفيه تاني اسروا السلام واطعموا الطعام وصلوا الاصحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام طب تمام طب اللي بيبناشي بجزا انا قلت وضع حضرتك ومنتجم بكل شيء بس ما على الاسف بيأكل حاجة ويشتن هاجة وبيتعمل مع الناج بكبر حاضر عايزة واعرب بقى عشان كانت فيه اتنين بيجاتلوا مع بعض بس ان اشهدوا ان الله اله الا الله ان محمد رسول الله دخل الجنة وصلت في الثاني بيقوله لو مش منتجم بالباقي طبعا مش هيدخل الجنة طبعا عايزة اتنين با حضرتك وديني تفكير لو سمحت وديبوك ان شاء الله معانا مماروان مماروان عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا حضرت الشيخ بسرع انت طيب الان حضرتك بالصحة والسلامة والسادة المشاهدين اتفضل يا مماروان انا عند ابني انا جزم سافر برا والحمد لله الحلامة امتسرة بس على طول ابن تعبان وعيال تعبانين وبيخف من الحرم موت والحمد لله احنا يعني مش بندخل عنا جرش حرام الله بس مش عارفة ليه ابن تعبان على طول ابنك الوحيد يا مماروان لا معايا ولد كامن وبنت ربنا يشفهولك ويلبسه تاي الصحة والعافية ربنا يخلك يعمل الشيخ حاضر اجيبك ان شاء الله اي سؤال تاني اي يعني انا على طول تعبان والله مبنى من حاجة تخذب ربنا خالص طيب اجيبك ان شاء الله حاضر اي سؤال تاني طيب الحجة فايزة من عشرين سنة بتشتكي يعني فيه سحر يا حجة فايزة ايها المشاهد الكريم يا اختاه قل لا يعلم الغيبة الا الله ولو كنت واعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوق احيانا الوحدة تروح لواحد ساحر او مشعوز يقول لا خد بالك فلان الفلانية دية هي اللي عمليك سحر وانتو بتكلوا في سحر وابتشربوا في سحر وانت اولادك كلك هيموتوا وهتمردي ومش هتعرفت نامي الامر بيد الله يعني الواحد فينا لو بيمر على قطيع من الغنم ونبحه كلب القطيع طلع عليه الكلب ماذا يفعل يعني قال احد العقلاء ارميه بالحجر قال يطول بك المقام ولكن لو ناديت على رب الغنم تنادي بس على صاحبه هينادي عليه فخلاص ينقطع عنك النبيح كذلك ولله المثل الاعلى عندما تشعرين ان هناك الحالة النفسية غير مستقرة المزاج مش كويس اني جسمي دايما تعبان وعندي مرض اني اولادي دايما حالتهم مش طبيعية الجأ الى من؟ الى الله عز وجل النبي بين لنا هذا يعني يقول رسول الله اذا قال العبد اذا اصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء حتى يمسي فعليك بهذا الدعاء قولي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وعليك يا حجة فيزة بقراءة سورة البقرة طب يا عم الشيخ انا ما بعرفش اقرأ ابنك اقرأها بنتك طب اسمعوها لما بتعرفوش تقرأوه وان شاء الله ربنا ينجيكم واذا كان الاولاد يشتكون من المرض فعليك بالصدقة لان سيدنا عبدالله ابن المبارك جاءه رجل فقال اشتكي قرحة في رجلي في قدمي قال له وذهبت الى امهر الاطباء ولم تعالج قال اذهب الى مكان ليس فيه ماء فاحفر فيه بئرا من الماء فاذا نبع الماء جفى الصديد والقيح وفعلا ذهب الرجل وتصدق ببئر في مكان ليس فيه ماء فما ان نبع الماء وشرب منه الموحدون من امة رسول الله حتى شفي هذا المريض واذا مردته فهو يشفين ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين ام اسماء بتقول بنتي عمرها اربع شهور فهل يتنقد وضوعي لو انا عملت لها حمام يعني حاولي كده لا تلمس العورة طيب اذا انا لمست العورة بتاعتها وانا بخسلها وكده كده لازم المسها يبجدد وضوعك تاني يا ام اسماء ان شاء الله المطر في الصيف هل هو لعن او غضب من ربنا لا يأم اسماء هذا الكون بيد الله عز وجل يتصرف فيه كيف شاء الله عز وجل بيّن لنا قدرته في هذه الايام اتدري ان كورونا هذه ايها المشاهد الكريم يعني التي قتلت هذا وابادت هذا ودمرت اقتصاد هذا البلد الكبير وهذه الدول العظمى اتدري ان كورونا هذا جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو فالله يتحكم في سمائه وفي ارضه وفي جنوده كيف يشاء وفي اي وقت يشاء طيب الاستاذة نديا بيقول يعني ايه واحد بيقول بيشي السلام ويطعم الطعام ولكنه يأكل حق الناس بيأكل حق الناس اقول لك احذر لما لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي ابي حميد السعدي قال قال بعث رسول الله رجلا من الاسدي قال عمر وقال ابن عمر اي على الصدقة فجاء الرجل فقال هذا لكم وهذا اهدي لي فقام النبي فصعد على المنبر وقال ما بال ما بال عامل ابعثه الى مكان كذا فيأتي الينا فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي افلا قعد في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا والذي نفس محمد بيده ما من احد يأخذ منها شيئا اي من الحرام ما من احد يأخذ منها شيئا الا وجاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء الرغاء صوت الابل او بقرة لها خوار او شات تيعر وذا صوت الشاه ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فرفع النبي يديه حتى رأينا بياض ابطي رسول الله ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت وفي رواية قالها النبي مرتين صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فانت يا من تأكل الحرام يا من تأكل حقوق الناس ستأتي يوم القيامة وانت تحمل هذه البيضة هذه الشاه هذه البقرة هذا البعيد هناك من يأتي اخ الحبيب وهو يحمل عمارة هناك من يأتي اخ الحبيب وهو يحمل بنك هناك من يأتي اخ الحبيب وهو يحمل الاراضين هناك من يأتي اخ الحبيب وهو يحمل امه لانه استحل اموالها واكل طعامها واستحل شرابها ولا حول ولا قوة الا بالله الواحد الاحد ام مروان بتقول زوجي مسافر وابن دايما مريض يا ام مروان يعني النبيج صلى الله عليه وسلم يعني علم أبا بكر نص صديق حتى قال سيدنا أبو بكر الذي شرب العلم من رسول الله داو مرضاكم بالصدقة زوجك ربنا كرمه وانت ربنا موسع عليك خذ يعني القليل القليل من المال الذي أنعم الله عليك به واذهبي إلى أم تربي في أيتام إلى مريض لا يجد سمن الدواء وقول بالله عليك ادعي لابن المريض اخرجي من عنده وقول يا رب بحق هذه الصدقة ايش في ولدي مروان او ايش في ابني فلان والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه ستجدين الخير إن شاء الله يا أخي الحبيب طيب معانا التصال من الشرقية السلام عليكم كما عليكم عليكم السلام ورحمة الله بزاك يا شيخ الله يسترك مرحبا بأهل الشرقية مرحب بيك يا شيخ لو سمحت بس أنا عندي يعني بس سسمحك يعني حالة إنسانية بس طيب اتفضل أنا والله عندي بنت تعبانة عندها دمور في العضلات اسم حضرتك ايه إنها اسم أحمد من الشرقية طيب يا أستاذ أحمد أستاذ حضرتك هتسيب رقم حضرتك في الكنترول وإن شاء الله هيتوصلوا معاك بعد الحلقة إن شاء الله إن شاء الله نكلموك بعد الحلقة سلام عليكم حاجة شديا فضالي طيب الحاجة نعمة معانا سلام عليكم أنا عليكم سلامة الله بركاته أيها الشيخ فضالي يا حاجة نعمة أنا سؤالين لو سمحت يا شيخ فضالي أنا مطلقة وباخد معاش والدي فعيز أجوز بنتي هل القرد حرام أنا معاشي صغير فعيز أجوزها أجيب لها شوارها وحاجتها قرد حرام لما أجيبه طيب حاجة نعمة إن تجربت جميع الطرق يعني حاولت تعملي جمعية طرقت باب أبواب الناس اللي بيطلعوا القرد الحسن ما حدش بقى عايز ساعدني في حاجة فأولي آخر حاجة بقى توصلت لها نسألولي واشي خدي قرد وخدي كل شوارة من معايش طيب أجيبك يا حاجة نعمة عندك أي سؤال تاني عندي أختي يا شيخ على طول نفسيتها تعبانة حاسة بإحساس المدة على طول كده هو إيه السبب يعني عايزة حاجة تهديها كده من الإحساس اللي ملازمها هي متعلمة يا حاجة نعمة لا هي ست بيت قاعدة في البيت بتصلي ولا ما بتصليش نا بتصلي وبتصلي وصلت في وقتها طيب أجيبك إن شاء الله طيب معانا للأستاذ نوها سلام عليكم حالك السلام فضالي حضرتك حالك السلام طب أستاذينك يعني اخفضوا صوت التلفزيون وكلميني من الهاتف كلميني فضالي أنا من نوايين ما بشوف رؤية تفسر على طول يعني أنا مثلا أشوف الرؤية أفسرها وبتحصل زي ما بفسرها بالزبط فبعد أصدقاء بيلجأوني في أن أنا بفسر لهم الرؤى وبتحصل زي ما بفسر بالزبط حالك ده اسمي علي أن أنا مثلا أنت بتفسريها عن علم مثلا آآ يعني آآ بقى أنت قرأتي في كتاب محمد بن سيرين مثلا لتفسير الرؤى أو في أي كتاب آآ لتفسير الرؤى أو بقى ببحث في الحاجات دي لأن أنا لأن أنا أنا ببوسع لأن أنا اللي بشوف رؤية بتتحقق لما بشوفها زي ما بشوفها زي ما بتحصل زي ما بقى يعني دي حاجة من عندي ربنا ليه طيب زي هدايا من عندي ربنا عطيه من عندي ربنا رضا من عندي ربنا علي أو الحاجة دي بالزبط أو فيها اسمي من أنا بفصل أحلام لتحضاتي أو ديبوك إن شاء الله أي سؤال تاني أستاذ زي ما فيتو قال تاني فيتو قال تاني يا فاندن تفضلي آآ آآ هل برضو تأخير الجواز آآ هل تأخير الجواز للينا يعني ده قد من عندي ربنا ولا سواب ولا إيه بالزبط عايز أفهم يعني أنا بنصلي ونقوم عقب من عند ربنا أما بيحتلش توفيق في الجواز مش عارفة لي والدتك عيشة آآ والدتك عيشة الحمد لله خلاها تدعيلي خلاها تدعيليك ويا سجدة وتخلص لك الدعاء وأنا هقول لك إن شاء الله هقول لك وهاقول لكل مشاهدين الآن على دعاء بإذن الله بإذن الله هتبشرين بالخير يعني في الحلقة القديمة في الأسبوع القادم واتقول للي إن شاء الله ربنا كريم نيوي العرزجة ماشي أي سؤال تاني أسعدت الله هل هل يا فندم تبقي سؤال تاني يا شيخ قادم تتأخذ الحلقة نفسك بقى يا أستاذ أنوها تفضلي آآ بقصر أنا شفت النفس يا فندم أن الأمر وعف حجر مرتين آآ آآ طب أجيبك إن شاء الله حاضر معانا مبشار السلام عليكم عليكم السلام يا مبشار تفضلي أولا يا شيخ أنا ابني تعمله عمل وعنده 14 سنة هو تمام العمل ده صحي سفلي وهو بيشوف حاجات وقعد 28 يوم كان تعبان المهم يعني هو في الأحلام بتاعته كان بيشوف آآ واحدة كل شوية يكلم ربنا يبص للسلام ويقول يا رب وريني اللي أزاني مين تمام فبيبص يلاقي واحدة قتام وشها قسوة جدا تمام بتقول لنا اللي أزيتك الحلم ده تقرر معك هذا مرة والحلم التالت هو واقس كده ماسك سكينة بيقول يا رب لو هي اللي أزيتني خل السكينة دي حامية ولو هي مظلومة خل السكينة تلمى فبص لقى السكينة في إيه نار راح تدخل عليها وقسمها نصين ولقى واحد جاي لابي فابيض فابيض وبص الربنا كده قال له أنت أمرت وأنا فعل طيب أجيبك إن شاء الله حاضر حاضر يا مبشار أي سؤال تاني أيوة آخر حلم بس يا شيخ فضالي آآ في واحد جاله آخر حلم ده من الأيام اللي فاتت دي واحد جاله قال له يا بشار تعالى اشرب من المية دي ومضمد بؤك راح بس لقى الكعبة وطلق منها حنفية شرب من المية واتمضمد وأم النوم تاني يوم حلم بنفس الشغل لقى وقاعدني أنا بيعيض فديقول له ما تعيضش لأن حقك هيجيلك قريب طيب فأرجو منك إن أنت تجهده داو حاضر ربنا يا رب يلبسه تاج الصحة والعافية وإن شاء الله يسعد في الدنيا والآخرة بإذن الله حق نعمة طبعا مطلقة وعندها بنت والبنت دي عايزة تتزوج وهي بالدور على قرض والله عيب على كل غني يسمعني الآن عيب على كل ثري يشاهد الحلقة الآن ولا يسعد هذه المسكينة حتى تذهب إلى الربا الربا يعني رجل طالب من الطلاب وتلميذ من التلاميذ يذهب إلى أحد المشايخ ويبكي قل له عم الشيخ بالله عليك ادعي لأبوه يحسن ماتي النهاردة قال له عظم الله أجرك ورحم الله أباك الولد جلس قدام الشيخ وبكاء هستيري بكاء غريب قال له يا ابني اصبر واحتسب لقد مات رسول الله قال له يا عم الشيخ والله أنا على يقين بأن الموت حق ولكن أبكي على الحالة التي مات عليها أبي قال كيف مات أبوه قال أبي كان رجلا غنيا سريا قويا صاحب صحة وعافية في يوم الأيام وإحنا ابناه كل النهاردة وإحنا ابن الغدة إذا ببطنه قد تألمت فقام على الحوض ليستقي فإذا به لا تحمله قدماه فجاء إلى عين المرحاض حتى لا يلوث المكان وأخذ يستقي فلا يستطيع حتى كتم الصوت لم نسمع له صوت فقالت لي أمي انظر على أبيك انظر لأبيك فقال ذهبت فوجدت أن أبي قد فارق الحياة ورأسه في عين المراحيات يا الله فقلت لأمي الولد بيقول لأمه ماذا كان يصنع أبي قالت يا أبني ابوك أبوك كان يخرج الألف بألف وخمسمائة فإزاي تخلي وحدة زيدة تروح لقرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا فيا أهل الإحسان ويا أهل الغنى ويا أهل الثراء لا تترك مثل هذه المرأة تذهب وتأخذ قرضا وتدخل على بنتها وعلى عرس بنتها شيئا من الحرام طيب عندنا الأستاذ نوها بتقول أنا بفسر أحلام يعني لا تفسرين أحلاما إلا إذا كنت على علم من أفتى بغير علم فقد ضل وأضل من أفتى بغير علم فقد ذبح بغير سكين فديما وأبدا تحدثي عن علم يا أختا طيب تأخير الزواج هل هو ابتلاء من الله هو طبعا ابتلاء من الله ويحتاج إلى دعاء وإلى تذلل وإلى خشوع وإلى استغفار وخذ مني الدعاء ده بل من حبيبك النبي على لساني أنا يعني صلي ركعتين ركعتين بنية قضاء الحاجة قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والنجاة من النار ثم أسأل الله ما شئتي من أمر الدنيا والآخرة سيحقق لك بإذن الله أم بشار بتقول لي ابنة عمله عمل والعمل ده سفلي طيب أنا أقول لك حاجة أم بشار النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في زمة الله قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء لا يستطيع أي جني بإذن رب الأرض والسماء أن يدن منك فعليك بهذا أي بالصلاة والمحافظة على الصلاة في وقتها وعليك بالمحافظة على الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سل الله الشفاء لولدك إن شاء الله يشفى بإذن الله طيب معنا الأستاذ أسوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ فضالي حضرتك بعد ذلك حضرتك أنا عملت عملية في المسالك البولية والنتج عنها تبول لإرادة تمام حاضر أجيبك إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلبسك تاج الصحة والعافية وأن يبدلك بهذا المرض يعني صحة وعافية وسعادة ورضا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه طيب يا أستاذ سهة بالنسبة للمسالك البولية طالما فيها مشكلة وفي تبول لإرادة ينطبق عليك أنك من أصحاب الأعذار عامل زي اللي عنده سلس بول فأنت تعملي يعني أحط مثلا حفاضة أو حاجة على الملابس الداخلية ثم بعد ذلك أتوضأ لكل صلاة صلاة الصبح بوضوء صلاة الظهر بوضوء صلاة العصر بوضوء صلاة المغرب بوضوء صلاة العشاء بوضوء طيب يا عم الشيخ وأنا بصلي أحيانا بينزل بول مني على الثوب اللي أنا لبساه هل كده أغير؟ لا ما أتغيريش ليه؟ لأنك من أصحاب الأعذار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولي شاد الدين أحد إلا غلبة فسددوا وقاربوا وأبشروا بل بعدما تصلي على رسول الله جاء رجل إلى مجلس ابن عباس وكان هناك طاووس وهذا من العلماء وغيره وغيره من أهل العلم فقال إني سائلكم أرأيتم الماء الذي يكون منه الولد ينزل بعد البول أتوضأ أم أغتسل؟ قالوا توضأ منه قال إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا اغتسل منه قال إنا لله وإنا إليه راجعون كنت أتوضأ إذن سأعيد الصلاة منذ دخلت في الإسلام كان سيدنا ابن عباس بصلي فأسرع في الصلاة ثم أقبل على هؤلاء وقال عن من أفتيتم الرجل؟ عن كتاب الله؟ قالوا لا قال عن سنة رسول الله؟ قالوا لا قال عن رأي صحابي؟ قالوا لا قال لذلك قال النبي عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ائتوني بالرجل تعال يا رجل فجاء الرجل قال له ابن عباس أتجد خضراً في جسدك؟ قال لا قال أتشعر أنه يخرج دفعاً؟ قال لا قال هذه رطوبة توضأ منها فمشى الرجل وهو يقول جزاكم الله خيراً جزاكم الله خيراً فأنت ليس عليك حرج أحجسها ويا بنتي الغالية وأنت إن شاء الله كل هذا المرض في ميزان حسناتك إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يلبس جميع مرضى المسلمين الصحة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه الرزق عليك أن تعلم بأن الرزق ليس في المال فحسب الرزق في الصحة أحياناً يكون أنت عندك قوت يوم بيوم بس صحتك كويسة في يوم الأيام أحد رجال الأعمال يمر على بعض العمال من المصريين وهم يعملون في الحقل في حر شديد فإذا به يمر عليهم بالسيارة الفارهة فإذا بهم يقولون يقول أحدهم دي الناس اللي عيشه مش إحنا بن سفو طراب الرجل سمع قال للسواج ارجع يا ابن ثم نزل إلى هؤلاء العمال قال لهم السلام عليكم ورجال الله يجويكم من الذي قال كذا وكذا طبعاً كل واحد مش عايز يتكلم جل خليه رجل بس والله ما هعمله حاجة جل له أنا جل له تعالى عندك أولاد جل له عندي أربعة من الأولاد أربعة من الأولاد الذكور جل له صحتك عملة إيه جل له حديد بس مش لقين اللضة بنسفو طراب جل له طب إيه رأيك أنا رجل عندي خمسة وستين سنة جل له تمام جل له عندي رصيد في البنوك وعندي مصانع وشركات ولكن يا ابن الحبيب أنا زرح كبد وزرح كله وأنا عقيم لا ألد إيه رأيك تاخذ اللي عندي وأخذ اللي عندك قال له لا 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 ده الحمد لله خليك بالله عندك وخليهني بالله عندي الحمد لله الحمد لله فدائماً وأبداً أشكر الله على ما أنت فيه واعلم أن الرزق ليس في المنصب المنصب ده ربما يكون بلاء ما تتمناش أنك تبه مدير عام مثلاً أو رئيس قناة أو رئيس شركة أو رئيس مصنع لا يا أخي الحبيب ده سيدنا أبو ذر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألا تستعملوني يا رسول الله قال يا أبا ذر ضرب النبي على منكبه وقال يا أبا ذر إنها أمانة وأنت ضعيف وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فإذا به يعني ابن السماك عندما دخل على هارون الرشيد هارون الرشيد كان ملكه من الشمال إلى الجنوب ومن المشرق إلى المغرب كانت تمر عليه السحابة في السماء فيقول لها أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك إن شاء الله فإذا به في يوم من الأيام يدخل عليه ابن السماك وأمامه كوب من الماء فقال له يا خليفة المسلمين أرأيت لو اشتد بك العطش حتى أوشكت على الموت بكم تشتري كوب الماء الذي أمامك حتى تشرب وتروي ضمأك قال أشتريه بنصف ملكي قال شربت ثم حصر فيك الماء الماء ثم حصر فيك الماء فإذا به يقول له بكم تشتريه قال أشتريه بنصف ملك الآخر فقال اشرب هنيئا مريئا وأفن لملك لا يساوي كوب ماء فاحمد الله على ما أنت فيه واسأل ربك على دوام الصحة والعافية اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لسان لا يذكر ومن جسد على البلاء لا يصبر اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فأعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره واجعل كيده في نحره اللهم ربي لنا أولادنا اللهم احفظهم لنا يا رب العالمين اللهم اجعلهم زخرا لنا في الدنيا والآخرة دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله